اشتركوا في القناة بمناسبة العيد الوطني الثالث والستون ويوم التحرير الثالث والثلاثون ارفع اسمع ايات التهاني والتبركات الى مقام سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل احمد الجابر الصباح امير البلاد المفدة حفظه الله ورعاه و الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح حفظه الله و الى الشعب الكويتي الوفي الكريم ان العيد الوطني مفخر واعتزاز بمنجزات بلادنا العزيزة ومستقبلها الواعد فهي كويت الحرية والدمغراطية والمحبة والسلام وطن الخير والعطاء والانسانية والوفاء وان الشعب الكويتي مضرب مثل في الوفاء لقيادته وولاءه لوطنه فهم دائما ساكنون في عيون وقلب قيادتهم تسير دولة الكويت بخطوات ثابتة نحو التنمية الشاملة لتعزيز الاستقرار والازدهار ولتحقيق وطن آمن ورفاهية مستدامة اساسها الاستثمار في الرأس المال البشري المتمثل في الانسان الكويتي كونه اقل ما نملك لبناء كويت المستقبل والرفاه مستذكرين دائما بهذه المناسبة الوطنية تضحيات الاباء والاجداد وشهداءنا الابرار الذين حافظوا على سيادة الكويت وارضها الطاهرة وصنعوا ما تعيشه الكويت اليوم من دولة دستور ومؤسسات ودولة قانون وحرية تعبير وحياة كريمة لكافة افراد الشعب الكويتي والمقيمين على ارضها كما اشيد بالموقف المشرف لمملكة البحرين الشقيقة قيادة وشعبا الداعم للحق الكويتي ابان القزو العراقي الغاشم على بلادنا والذي يعكس اصالة وعمق العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الاخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي تتقدم كل يوم بالتعاون والتنسيق في كافة المجالات سأل المولى عز وجل ان يديم على دولة الكويت الغالية الامن والامان والتطور والبناء وان يحفظها من كل مكروه في ظل القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها